موسيقى هاي جون هاي اهلا سهلا فيك بكافي اوكلاك ميحك صارت لنا الفرصة حتى نشاب قهوة انا وياك نفش خلقنا ونحكيك اشاب تضحك اشاب يعني انا كتير مبسوط اني هون كمان جون خانيا نحكي من البداية انت شخص بترفض انو الناس توصفك بس بكرجل ستاند اوب كوميدي او كشاب بقدم ستاند اوب كوميدي بتقول لك انت اكتر من هيك بكتير مين هو جون اكتر من هيك مش بكتير انو مش انو برفض بس انو انا بحب اسم بحس بيكملوا بعض وبحس كتير على متن الكوميدي كتير سكلز اقدر استعملون بمي انترابرنورشب جوني يعني من الفشل رجع وقف على اجريه لتو كابيتلايز عالريسورسز يلي عندي هون سو بحس الستاند اوب منا بس قصة تستاند اوب هي مدرسة بحد زيتها وكتير ساعدتنا كمان بمي جوني از انترابرنور بشركتي الصغيرة هوتوديل مع التيم تبعي ولوصلت لمحال صار هلأ الستاند اوب كوميدي طبعي كمان شركة صاريت شركة نحنا تيم سبع اشخاص هيدا اللي بتشوفوه هلأ مش لحالة هيدا فيه اديترز وبيديوغرافرز وارتس مانجر واشخاص وكميونيكيشن وكميونيتي مانجر كل الاشخاص بيشتغلو لنقدر نطلع هيدا الكنتنت عالوقت ويدحك العالم مظبوطة طيب جوني شو السطفة اللي جابتك او اللي خلتك تعمل استاند اوب كوميدي بحياتك هلأ بلجت من عمر كتير صغير يعني انا اول سكاتش عملته لسخرية القدر ان اول سكاتش عملته وانعرفت فيه بالكرشافة كان عمري اي تنك اربة عشر سنة عملت سكاتش عن مارسيل غانم وهلأ عندي برنامج اسمه طار الوقت بوجه صار الوقت تبع مارسيل غانم هيدا شي ولا مره مخبره كانت انا انا اخي دور مارسيل غانم وعم بنتقده كيف بيسأل ضيوفه هيك اسئلة غريبة وكان في حدا وقته من اصحابي اخد دور فؤاد السنيورة وقته كان اي تنك تصور مش مصور حتى نعمل بالالفين واربع بمخيم صيفي حدا اخد دور فؤاد السنيورة وحدا اخد دور نايب نايب من ارمنة وصاروا هني يتناقشوا وكانت اول مرة انا بحس انه انا عندي ادراك انه ضحك العالم بتضحك العالم تقدر تتفاعل معهم وهنا نحبوك كانوا اصدقائك صاح الموجودين بالكرشافة صاح فكانت شغلة حلوة كانت تجربة حلوة انك انت اول مرة عملتها عملتها كانت بالسيف زون تبعك يعني او بالكونفرد زون تبعك فيمكن طب بعدها لانه هو بالكشافة انا ما عرفت بشي الا بتضحك يعني متل قلتة يعني كل العالم يعملوا عضلات ويطلعوا هيك انه هني ما بعرف بيقدروا يركبوا خشب على الشجر ويعملوا انا بس كانت نقطة تقوطي بالكشافة انه بعرف بعرف ضحك تمام انت شاب المهضومي اللي بيضحك ايه بس ايدا ايه اوكي خلينا نحكي شوي طيب عن طار الوقت اليوم اه مثل ما قلت هو اليوم بيوجه صار الوقت اللي موجود هو على الام تي في ام فكرة تفوتك على التقديم كمان صارت بالصدفة ولا لا كنت انت من زمان بتحس انه انت بدك تفوت على التي في انا سمعتك مرة بمقابلة من مقابلاتك عم تقول انه يعني الشي غريب نسمع اليوم من حدا هو قرر دي بلش بشي بعيد عن التي في يعني بلشت سوشل ميديا فكتير شغلة غريبة اني اسمع من من حدا هيك عم يحكي خاصة بواقت نحنا يا دوب عم ندور التلفزيون ونشوف يعني ما في متل قبل اليوم متابعة على التلفزيون متل قبل التلفزيون بعده موجود بعد ما مات فكرنا انه مات التلفزيون بس بعده خاصة مثلا بلبنان المواطن اللبناني بيقعد وبياخد الاخبار من التيفي خمسين بالمية من الاشخاص باميركا بياخدوا الافكار طبعن واخبارن من برنامج بيشبه برنامج على الالبسي من اللايت نايت شوز فورمات انا مخترعت شي هيدا الفورمات موجود عملو هشام قبل هلأ انا مغير عن هشام بكتير قصص عملو قبل عاد الكرام عملو سلام زعتري انا مخترعت شي يعني ما واصل من اول حلقة بقول قلاز ما عم بخترع شي هيدا هو الفورمات في طاولة وفي سكرين وراي ورح نخبر اخبار وهيك لقلي التيفي هو اساس اليوم التيفي موجود بكل بيت لو حتى العالم بركة معهم يحضروا تيفي انو يدوروا لمحطات بس عم تحضر نتفلكس عم تحضر يشاهد سو حتى هيدا البرنامج مستقبله هو اكيد يعني على نتفلكس على شاهد بحيالة وين ما في عالم بدأ تحضر برامج وتقدر تفكر معنا على مستقبل البلد وعلى المواضيع السياسية والاجتماعية نحنا رجب نكون موجودين اليوم التحدي نحنا كلما نكون موجودين اكتر كلمة احسن وبايدو واي منو بالصدفة لان انا الانتقاد السياسي اول فيديويات بنزلونا على انستجرام بالالفين وعشرين هلأ مظبوط انا وقتا ما كان حدا قرينا عندي سبع تلاف فولوورز وعم بعمل هيدا الشي مع شباب اصحابي ايمنوا فيي وهني الولي جون اللي بقتلك والالبي سي نكشين هولي الفيديويات وامتبعين من الالفين وعشرين ونما ايجوا لعندي الولي شفنا شو كنت عم تعمل بالالفين وعشرين ونحنا طالع بالنا نفوت بهاي دي بهاي دي الطريق سوا لوين ما نوصل بنوصل سوا طيب اليوم اه وين بتحس حالك بتاثر اكتر او بتوصل او بتفشخل اكتر بستاندع بقامي دي ولا بالاااااااا Lego shows بشخل ايه اكتر بالااااا هلأ ليهلأ لهلأ على المسرح لانو في احكي شو ما بادة يعني على المسرح حتى العالم بيستغربو لاني انا عالتي في هيك بلبس قميس وبلبس جاكات بحكي هيك القصص كتير قليل لسيب يعني في معقول سيب بس انه بس بمحلة بالستاندب لسانة اكتر لسان الناس يعني باكتر اذا انا بدي سيب بسيب يعني بقول انا انه هيدا هو الشعور اللي عم حسه بهايدا التكيب بعدنا التيفي بعد ما قدرنا نوصل انه التيفي صير متل عمد دايقا كم كان فكرة انك انت عم تقرأ من على الاتوكيو او انك انت كل الوقت الصح هاد الاتفاد يمكن انا شوي انو عم يتوجه لك انو انت انا شفت استاندب كوميدي لك انت كتير حدا عفوي وهلأ انت عم تحكي معي بكل طبيعية يمكن وقت بتعود يعني انا يمكن مثلك وبفهمك انو انو انت بتعود برا الكاميرا فانت بتتقيد شوي او بتصير دا تلحق الكلام فهد شوي عم يأثر عم تحس على ادائك اول حلو كتير هيدا السؤال انو كتير اتعذبت انت عداية قد ما بديك قد ما بديك انت فايت بدوامة انتقاد ايه انا انو شو بعمل انا بالاخر عم بحكي برنامج سياسي جديد على ال البي سي ما قلي علاقة بالاعلام و جيت هيك بالبراشيوت اكيد من انتقادوني شوي انا الانتقادة حالي بالاول هلا المهم شو بنعمل من هيدا الانتقاد بنسمعه بنبني عليه تنعمل القصص احسن او بيضيقنا وبيفوتنا بدوامة بالاول كنت اخد كل الانتقاد فتحت الباب يلا يلي بدو انا مفتكر انو شو انو شو بدي يقولولي العالم لا طريق العالم فيها تقزي فيها تقزي بالانتقاد ما بيعرفوا حتى انو في شخص موجود وراهني لما يكتبوه هلا لو اسمه الزلمي باست جاي توالف وما حدا بيعرف مين هو بس انو ما بيقذر يعني اه فبيفتكر انو فيو ينتقد حيالا كيف لا ينتقد او انا اخدت بعين الاعتبار كل هول الانتقادات بنينا على يا حسنة هلا ما في مهرب من ال من البرامتري ما في عدى يقولي انو فيو يعمل برنامج هالاد بيحكي بيفوت بمواضيع عم بحكي عن ما عم بحكي عن انا في علق على صورة ربع ساعة بس حنك بس انا عم بحكي عن فاليو لانو نحنا في معلومات عم نوصلها نحنا اليوم في 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 كلمات معينة بدنا نوصلها للمشاهد سو مضطر اقرأ بس انو هلأ قبل فرق من شو كنت اقرأ وهلأ شو كنت اقرأ كتر خير الله تسع يعني اسم الله علي طيب جون عم نحكي انو في ناس قطعوا قبلك بصعوبات بمهنة الستاندب كوميدي متل في ناس انحبسوا في ناس يعني منعرف نحنا كتير الناس مرقوا بهاي الصعوبات اليوم اليوم الصعوبات والتحديات العميرو عم يمرق فيها جون شو هي بالستاندب كوميدي يعني قلت لي انو هنا نحطوا مثل اه باوندريز او خطوط حمراء وهيك انو انتو هدول بس شو في الشي صعوبات تانية عم اتواجهوا غير نحنا عم نغير نزام ساندي يعني نحنا مشكلتنا منا بوضع عادي منا بوضع انو كله زابط بالعكس ما لا كله بده راسنا لانو هيدا النزام ما هو فارد ولاقي عسوس ونقطة وحيلا مرة نحنا بنحكي عن المواضيع صعبة عم بحكي عن المواضيع اللبنانية كل العالم راح تقوم علينا صح انو كل العالم يعني ما في حدا عاجبه اكيد لا هدول يعني مرتاح بالون هللا 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 حكيت كان عندي حلقة عن انو التقسيم العمودة بالبلد عن انقسام العمودة بالبلد عن البولاريزايشن انو في عشي اي مؤيمتون جماعة الام تي في شلول الفيديويات يلي انا منزلون عا انستغرام شايل انتربيوز صايرة من عندون يعني اتخيال انت الام تي في مزعوجة انو انا عم بحكي عن الانقسام العمودة اي مراحوا شلول الفيديويات بشال حكي هيدا هو ممكن انزعجوا انك انت مثلت قصة الانقسام بس انو استشهدت بشي من قنواتهم ممكن هادشي يزعجون انو كل موضوع الانقسام بس طالع من قنواتهم يعني ما انو هي مزاقبة ولا قصد هني بيقرروا بس اذا هيدا الموضوع زعجهم يعني هني منزعجين مني انو عم ضوعة موضوع الانقسام من خلال القناة تبعون خاصة انو منشوف انو الاعلام اليوم المفروض يكون حر يعني اكتر شي اليوم اذا بنا نتعلم من حرية الاعلام وحرية التعبير نتعلم من اللبنانية بصراحة يعني نحنا بنحكي كسوريين هذا امر واقع فاليوم تستغرب انت وقتقنات اللي هي المفروض تكون صوت للناس وصوت لحرية التعبير انو هي اليوم تقمع هاد الشي او تخبي هاد الشي انا ما بدي فوت بكتير انت بديك جربت فوتيني بقصص يعني بس انا ما بدي اقول انو الام تي في عم تقمع انا بدي اقول انو اليوم انا سقف الحرية بالالبسي هو اعلى سقف هلا موجود بين الكنوات اللبنانية انا هل بدي اقول يعني بدي اقول اليوم ما في لميت يعني الالبسي عندها تقبل للانتقاد الزيته طبعا عندها تقبل لانتقاد حيال لطرف سياسي وما في لمد انا مني وعلي ما حدا قلبي ولا وقت انو هيك لازم يكون خطك السياسي هيدا المسج نحن اللي بدنا نوصله وهي هول القصص ممنوعة تدق فيهم عم بحكي لميت اعلى من نحنا نحكيها بالستاندوب يعني اني انا ايلين ليه ما تعطي الهم تفوت به حيال لديتي لطلع بيلك تحكي فيه انت ذكرت قبل هالمرا كمان بمقابلاتك انو الالبسي عن جد ما بيخلك تحطى حدود ولا حتى يعني ما في مثل ريد لوينز انو ايني لك فيه تتخطى حتى الشي اللي بتتخطى بالستاندوب كوميدي هلا هو امر واقع انو بالاخير انحزفوا حزفتهم الام تي في هاتشي هيخليك تصير تحسب حساب لقدام اي شيء بدك تاخده من الام تي في او اي شيء بدك تحكي او اي شيء بدك ابدا بالعكس هيدا الشي رح يحفزني لانه لانه اليوم انا ما يخبر انو نحنا بمعركة والمعركة بلشت يعني نحنا نحنا هيدا برنامج طلع كتحدي للستاتيكو للامر الواقع يلي كانوا فاردين ويلي فاردوا الاعلام يلي من خلال اعلام الام تي في قدرنا نقتنع انو عشوي رياض سلامة مخصة بالازمة او البنوكة هن احسن عالم وهن ايجوا تاي ساعدونا ويجوا تاي نكزونا وانو الانقصام هو الحل الوحيد بالبلد نحنا اليوم برنامجنا هو نحط اسئلة نحنا بايدوين نحنا كبير الكلمة علي بس بعد نمنى اعلامة يعني بس نحنا بمحطة اعلامية اليوم مسؤوليتنا نسأل اسئلة صعبة واليوم نضو الدو على امور معينة انا ما عندي الحل لوضع البلد بس انا ما رح رح دهفي عن البنوكة ولا عن رياض سلامة سو بالعكس نحنا اليوم رياض سلامة هو جزء من هيدا النظام البنوكة هي جزء من هيدا النظام اليوم هيدا الابروش نحنا نقول انو الحل الوحيد للبنان هو التقسيم هو كمان ما رح يفيد حدان غير انو العالم يتقوقع ويتكوقع على حالون اكتر ونحنا اليوم رح نضال نسأل الاسئلة الصعبة اكتر واكتر لان هلأ بنينا الثقة مع العالم العالم اللي ما كانوا عم يعرفوا ليه البرنامج بلش بالاول هلأ عم يقولوا اها اوكي جهان عم يحكي بالموضيع حساسة وشكلون العالم بلشوا ينطروا البرنامج من احد لاحد وهيدا لقالة كثير بيعني ليه وهلأ نحنا انتقلنا على لفل تو من البرنامج لفل تانية مثل ما قالت يعني انت بالنهاية اليوم عم تقود رئي عام يعني انت اليوم عم تمثل طبقة معينة عم تمثل اهموم او او عم توصل صوت الناس اليوم يلي هنن محتاجين انو توصل فكرتهم او توصل او يفشوا خلقهم يعني يمكن انت عم تكون فشت هاي الخلق اكيد فانت اللي عم تقولي قبل عن انا عم بستعمل البلاتفورم مثل انستاجرام لأسأل العالم عن شو طالعا عبيلهم يحكوا او لقللهم شو الاسئلة اللي بتكون تسألوها ايه تسألوه للضيف او كيف برا يكون فينا نحل هيدا الموضوع بصير العالم يعطوا رأيون اذا كان على الباست نفسه على الريالي اللي بنزلها فعم نخلق مساحة نقاش لانه المساحة النقاش اليوم مانا موجودة معضومة باللبنان ما في مساحة نقاش العالم اليوم معم يحكوا سياسة خلينا العالم يرجع يحبوا السياسة من منظر جديد طيب قبل ما ارجع لموضوع انه اليوم معضوم النقاش باللبنان بديقول انه انت طب ليه عم تقول معناتها عن السوشال ميديا انه هي بابل ايه مدام انت اليوم هي بلاتفورم اليك و بلاتفورم سابتة ونوعا ما هي اكيد ساهمت بانتشار الجون بالوطن العربي اكيد ما عم بخس من مجهودك ولا الشي اللي انت عملته بس سوشال ميديا it's something that we are all doing يعني انه شأنها امقى بينها فانت ليه بتشبهها بالببل لانه السوشال ميديا بتخليك تعليق بالالجوريثم الالجوريثم بيخليك تكون بس بين جماعتك يعني هلا اذا بتفوت على السوشال ميديا طبعا كلهم بيصيروا يشبهوك بيصيروا كأنه كلهم عم يحكوا نفس اللغة كلنا بنروح على نفس المحلات كلنا عنا نفس البرفرنس السياسية والاقتصادية كلنا كأنه مجموعة وهو الالجوريثم كمانا يخليك انت مضمنة على السوشال ميديا بس بيفرجيك شو انت تطالع عبالك تشوفه تيفي نحنا عم نفوت عبيوت الناس يعني هاي دي بعد مسئولية اكتر يعني اليوم المسئولية اكبر لقلنا لانه بيكون الشخص عم يغير هيك على تيفي وقاعد هو بزهان وانا بقطع ثاني اذا انا ملفت له انت بهه وخلص رح يروح على غير البروغرامات صاح 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 وليوم مسئولية انه نحنا عم نفوت عبيوت العالم العالم قاعدة مرتاحة مش طالع بيلا حدا يطوش لراسه فبقا نلاقي نحنا طريقة جديدة لنوصل الافكار هي شو كانت المش اللي عنا ايها اليوم بالثورة انه نحنا اليوم بالثورة منغلقين كنا عحالنا مفتكرين ان نحنا بنمثل كل البلد واتفجأنا اه اوبس نحنا ما بنمثل كل البلد بنمثل شقفة كثير صغيرة من البلد اللي هي تقدي تروع لنا 13 ناية بقى منهم مبارف 8 فوارف اوكي سو هول هني اللي بنمثلون هايدي هي كل النتيجة عملنا ثورة وقطعنا بكورونا وبوضع اقتصادي وفجروننا المرفق لتروع لنا هيدا العدد سو بنرجع بنلاحظ انه نحنا هيدا العدد اليوم هو بداية لنقدر نبلش شي جديد بس اذا بدنا نوصل لعدد اكبر من العالم نحنا بدنا ندقع بيوت العالم التيفي هو طريقة لندقع بيوت العالم ونفوت على افكارهم هون اللعب اللي نحنا بنلعب لانه البرنامج طبعنا هو برنامج له ايمة يعني في ايمة بطرح المواضيع وبنفس الوقت بيدحك الدحك رح يوصل على قلوب العالم بس نحنا ما بيقدي بس ان العالم تدحك نحنا بدنا نعمل تدحك بس بنفس الوقت نقدر نفكر بمواضيع عم ديقنا كلنا سو هيدا هو التحدي هلا انا عم بحكي كأنه يعني البرنامج ستقل له عشرة سيزنز وكله 12 حلقه ومنه ان ستة مقلون عازل بس انه شوي شوي يعني لا لا ان شاء الله بيكمل وبصير يعني هلأ اصلا هيصير هلا اكيد غير قبل متل ما قلت غير قبل ستحلقات غير كنا عم نحكي عن موضوع انه اليوم من عدم النقاشات بين اللبنانيين او او شبه من عدمي انا بشوف انه اليوم وقته بفتح ام تي في مساء انا شوزي بالبيت كل خميس مع انه نحنا سوريين بس نحنا لازم نحضر صار الوقت تبع مرسل لانه منحس انه يمكن عم يفش خلقنا نحنا كمان انه نحنا مرنا معوادين نشوف هيك شي نوع من النقاش حدا عم ياخده يعطي حدا عم يحكي من برا بغض النظر فيه شغلات اكيد بتكون مسيسة او موجهة لشي معين بالاخير يعني بالختام تنختم بالطريقة بالانترو والختام بالاخر بيخلي العالم تلعب مع بعض ويدربوا بعض ويروحوا فيديوز فيرل وهيدا طلعوا فقاقوا طعبوا مدري شو بالانترو والختام خلاص بنعرف لوين رايحة الحلقة انت يعني بتحس انه هذا النوع من البرامج اليوم ما عم يكون فعال متل ما لازم ما اصدي على نوع ما انا بصدفة سميت هاد البرنامج بس اصدي هذا النوع من البرامج اليوم ما عم يكون فعال متل ما لازم هلا انتي ما زمتنا انه علقنا مع هشام بدنا نعلق مع مرسل غاني ما عندي مشكل انا بو اصدي علقك بس اصدي عن جد انه اليوم عم نناقش نحنا يعني انت ذكرت انت حكيت انت قلت لي اليوم ما في نقاش بالوقت اللي أنا كمتابعة كمشاهدة على التلفزيون أنا من البرامج اللي بقلب عليها كل نهار خميس هو هاد البرنامج أنا عندي سؤال هل هيدا البرنامج هدفه نصل لحلول ولا بس نعمل سكوب إعلامة ما بعرف أنا اللي شايفه هو بس هدفه من وقت الثورة حتى يعني من لما ركبه موجة الثورة بالطريقة الغلاط هيدا هدفه لسكوب الإعلامة هول برامج هرج ومرج وضرب وعالم عم متصرخ وتعيت وأستاذ مارسل وسكت وطلع ونزال هيدا هدفه لسكوب الإعلامة هيدا ما فيه رفلكشن هيدا بتحضريه بتيخلص البرنامج معلوماتك أقل يعني مش النوم ما بزد لك شيء ما بزد شيء ما عارف أنا عندي فوتينة هلأ بهيب لا أعنجل مواصل فوتك بس لذلك أنت حكيت أنا أخذت بنحكي انت هيك بس يعني جون شو رأيك به هالبرنامج أنا بديك جون شوش لا واضح واضح كمان يعني نحن اليوم لما نفوت ببرنامج اسمه طار الوقت يعني أنه ما سيقبت مش بعدين انتهت قلت يا الله شو بدنا نعمل لا اسمه طار الوقت لأن برأينا طار الوقت أنه طار الوقت قد ما ديع لنا وقتنا صار الوقت يعني بقي يقلنا صار الوقت صار الوقت وبعده عم يعوم الطبقة السياسية لا طار الوقت وهلأ نحن صار دورنا فيك تشرب قهوة بترويق حالا هلأ هنفوت بالأشياء هنفوت بالأشياء هيك اللونا هيك اللايت يعني كيف كانت علاقك مع أمك لا هذا شيء أضرب أنا بدي أحكي بالاكتئاب أنه مرة أنت حكيت بستاند أب كوميدي من اللي أنت عملتن أنه أنت أطعت بفترة اكتئاب كان هذا شيء صح ما في شيء بخبره بالستاند أب كوميدي كذب ما في شيء ما في شيء العالم بتعرف صارت أنا كثير أنا بيكملوا معي الحديث يعني العالم بيجوا على استاند أب مش لا يتضحك ولا يعرفوا شو صار كيفيني تخيل أنه حدامة الجون بيكتئب كيف تكتئب شو بتعمل شو اللي بيكتئبك كثير أكيد أنا حكيت وقتها على الأد بالستاند أب الكوميدي الأديم وين عايش اللي هلأ موجود أونلاين حكيت عن السابريشن حكيت أنه لما أنا تركت أنا وماي أكس وايف حسيت كنت حالي لحالي ما كان فيها أقعد بالبيت حتى جيت دركبي ع دبي بالألفين وعشرين لقيت شغل رجعت نزلت ع بيروت لأنه ما كان في فياز وقالوا لي هلأ أبنعطيك فيزا ورجع بلش كوفيد ورجعت علقت ببيروت وما كانت مرتاح مع حالي يعني لبعدين صاروا القصص أنه اشتغلت ع حالي عملت سبار شفت تيرابست لقيت اكتيفيتيز إلها حالي بلشت هيك نيو بروجيكت ستأناقلها حالي فيهم لأظهر من حالي لا أنا وصلت لمحلات يعني أنا وصلت لمحلات كانت بالشغل نعنا المكتب شغلي بنفس البنية كانت تكون بميتينج قالوا نجد سوريا عن جد مني قادر بقى اطلع على البيت ابكي 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 لحالي وشوف الشباك قدامي وإذا أنا هلأ ركدت وكبيت حالي من الشباك إذا حدا رح يزعل ورجعت فكر أنه كانوا عائلتي حدي كتر خلق الله أصحابي حدي وكان دايما نحس أنه أنه رح يزعلوا وأنه ما فيه يعمل هيدا الشي لأنه عن جد هني رح يزعلوا هني كانوا والترافز طبعي كتير ساعدني لشوف القصص من غير منظر وفكر أنه قصص ما خلصت وفكر أنه هيدا الطلاق يلي كان أسوأ شيئا طاعت فيه بحياتي قول أنه أنا هيدا الطلاق بالعكس رح رح اطلع منه وكانوا أصحاب يقول لي جون رح تتذكر هيدا الموقف بعد سنة وسنتين وتقول من كيف كانت عم فكر هيك بوقتها هيدا فكتير خير الله هيدا فيكت رجعت عملي لقدت مع موسيقى حزينة بالباقرام تطلع حلوي بس نا ولا نسألي اليوم الاكتئاب هو شيء نحنا عايشين بعالم دايما بنخاف من المستقبل لأنه أو شيء بنخاف نفشل بنخاف نفكر أنه معقول نفشل دايما عنا تاند أنه نقارن حالنا على غيرنا صح على وين نحنا عايشين بدوباي وين بنقارن حالنا على غيرنا كل نهار بكل دقيقة ما في مجال الوحدي ما في مجال صح بتجيب السيارة في حدا جيب سيارة أهم وبتجيب بيت حدا جيب بيت أهم ولي شو الوان بدروم بنا نجيب تو بدروم ولا شو التو بدروم نجيب تاون هاوس والتاون هاوس نجيب فيلا وما فيه لميت ما فيه بس إذا الواحد منه شغل على حاله وما عارف أنه انت الواليو سيستم طبعك شو هو وانت وين بتحسي حالك خلاص اكتملت يعني ما أنه ناقصك بقى شي خلاص بتضلك تفكري أنه في شي ناقص في شي ناقص في شي ناقص هلا إلا حال هلا بالسيكولوجي وإذا تعلمته أنه اليوم هن different sources of dopamine أنت what motivates you هل بس العلاقة اللي أنت فيها ولا العلاقة وعائلتك وأصحابك والاسبار والهوبيز تبعيك وشغلك ممكن بس تجمع إذا فيه كذا بحل لاسه محل قشط واحد منه خلاص بتحسي أنه البيت أنا كان كل حياتي مبنية على العلاقة اللي كانت فيها وراحت هالعلاقة خلاص أنا قلت أنا شو بعني أمبامي كتر خير الله أنه كانوا أهلك جنبك وكان أنت كمان كنت شبوى عيبي ما يكفي أنك أنت تقدر تستعين بي يطلعك من هاي الحالة أو يورجي كيمكن أو نص الكاسة المليان هلا أنا ما بأمن بنص الكاسة المليانة أنا بأمن أنه إذا الكاسة نصها فاضة خلينا نفكر كيف نرجع عن المليانة أوكي ما بعرف لي بس ببعا في مرة أريتا مش أنا اخترعتها ما تفتكرين أنا أنا أريتا شو ما حال أكيد بس أنه دائما أنا أفكر باوبتيمستيك بوينت أو فيو يعني نفكر أوكي نحن هلأ الكاسة هلأ فاضية بس إحنا كيف نعمل المليانة غير ما أنه بس نقول أنه آه نص الكاس مليان خلاص خلينا نتركها مليانة بس بس بدي يبني الواحد عن نص المليان المليان صح راح أطعليك مليان بس بنرجع بنرجع نعبيها طبعا كنت بدي أقول لك بس فكرة أنه أنت اليوم معناتك كنت حاسس أنه الستند أب كوميدي هو هربت منه شوي من الاكتئاب تبعا يعني أنت وقت لي حكيت قصصك كلها بالستند أب كوميدي وفشيت خلقك وطلعت كل الشغلات اللي كنت حاسس فيها ساعدك هاد الشي ما في شي بيضاهي أنه الواحد يشتغل ع حاله يعني الستند أب منه تربي وهي بقوله لكتير عالم بيعملوا اوپن مايك إذا هلأ عالم عم تسمعنا حاسي باكتئاب تروح تحله على الستيج أنا في كتير مدارس بس أنا من العالم اللي بيقوله أنه الستند أب منه تربي الستند أب بيساعد لتقطعي وقت بيساعد تدحك بس إذا واحد ما عامل الشغل ع حاله ثرو تربي مع أصحابه فكر بهول الموضوع وعمل الكلوجر أنا كلوجر طلاقي أخذتني سنتين ونص أنا كان بقيل سنتين ونص عمامي الستند أب بس هالياتورة عملت هالكلوجر لا هالياتورة عملت ريفلكشن عرفت أنا شو خصني بهيدا الطلاق أو أنا شو كانت مسؤوليتي أو أنا كيف خلت أنه توصل القصص لهون لا اليوم بعدك بتحكي عن هاي الموضوع بالستند أب كوميدي الجديد لا بقيت أحكي وزيادة آه أبريك خبرية ما حدا بيعرف أنه في عالم طلقوا من وراي خبرية حلوة لا لأنه لقيت أنه العالم لقيوا أنه هني كمان بعلاقة مش مش حالة وأنه لشو بدون يضلون كل حياتهم مش مش حالون سو بخبروني أنه طلقوا من وراي ما بشو كان لازم أعمل بهالحالي ونبسطتهم قلهم جيد لك والله العالم نحنا معوادين أنه إذا نحنا بـ situation مش مبسوطين فيها نضل بقلبها لـ situation أنا ما بدي أقول ما يوقفوا يحاولوا بس في محال خلص ما خلصوا كل المحاولات شو بيضلون فيها وبينهاروا شو نفس الشي بيتطبق لليلي مش مبسوط بشغله أو يلي مش مبسوط بعلاقته نحنا جايين من سقافة بنفتكر أنه كتير ما لنا تأثير على الـ ما لنا تأثير على مستقبلنا نبلي خبرية بالضحك أنا بعطي اوقات بوقت الفاضي. مرة عطيت شركة كبيرة كبيرة بالامارات وعم بحكي عن هو كونسبت ياباني كيف الواحد بيلاقي الباشن تبعه وشي هو عنده فيها كيف بيطلع مصاري وكيف بيغير العالم وعم قلون بهذه الشركة انه قاعد لقوا حالكم لقوا الباشن تبعكم اذا انتم مش مبسوطين لقوا كيف تنبسطوا كلما عام لخمسين شخص خمسة عشر بقدموا استقالتهم بالاخر بقوا لي من الشركة اللي معلم انت شو جاية كل العالم صاروا فلين ايه صار العالم مش مبسوطة يفلوا يمكن لانه نحن تربينا بثقافة اهلينا ربونا عليها انه انتو دايما صلحوا الشي اللي بينكسر او صلحوا الشي اللي بيخرب يعني ما تتركو يعني عن جد هلا بتلاقي هذا الزمان حتى عن جد عم بحكي جون الكواليتي تبع كل شي معمول لانه يضاين لفترة قصيرة اذا بتلاحظ فما بالك العلاقات اللي صارت بين الناس فيمكن الثقافة عم تتغير او المبادئ تبع الناس عم تتغير لك انا ما بدي احكي عن العلاقات بدي اخذها لغير موضوع تخيالي انت عم تجربة تصلح نظام اخر خمسين سنة وعلي ما هو النظام فارط عشو قاعدين عم نسكر ونسكر بنيلون هايدي الازازة المكسرة ما في شي عمي ما هو فارد فارد ما خلص ما هو نحنا بلد هي هايدي سياسة الترقيع هايدي بايدوي بنحكي عنه كتير بالبرنامج ها الترقيع مش زابطة هايدي انه يلا بنعطيهم خسروا مصرياتهم المدعين بنردلهم مئة دولار ومئتين دولار وثلاثمئة دولار هاشو العازة فدخالي انت هايدي بالطبقية بعلاقاتك بالطبقية بشغليك وبالطبقية على صعيد البلد الوضع كارثة هلا بالعلاقات القصص شوي بتكون قدي العالم committed لهيدي العلاقة وقدي هني present بهيدي العلاقة يعني هاتعلمتها من المسرح وتعلمتها من الشغل وتعلمتها بالعلاقة هيدا the art of being there the art of being present نحن هلا بنكون انت بقاعدة مع زوجك مسلا في قدة مكون سبعة سكرينز يعني اثنين ايباد واثنين تليفون ولابتوب وعم تحضروا نتفليكس اوين بدلوا الواحد يكون present يقول لها اذا سمعتها خطيبتها هتقل لي اي بركي بتطبقها على حالي لا هاد المشكلة اللي نحن نختلف عليه نوزوجيا انه خلاص التروك التليفون بيلي ما انت هلا تركتيه كيف تعمله خبرين ما بنعمل بيمضى لنهاري عن جد اخر شي مسلا انه بيمضى بمسلا اربع خمس ساعات نحنا مع بعض نشوف انه نحنا ما حكينا مع بعض فين او يعني غير اكتر من الصاعة مسلا تخيل بخمس ساعات نحنا انا بقيت هيك اخر خمس سنين بعلاقة السابقة وتركنا تخيالي انا لاحظت عن جد ما كنت اعرف انا قبل كنت كل الوقت حتى بالستاندف بقول انه الحق عليها وهي قالت لي حاسب بلاطة عصدرة بس ما بالاخر ما هيدي two ways ما في حدا ترك حق عشخص واحد بالعلاقة مش حتى الخيانة الخيانة اوف هلأ صرت خبير علاقات هلأ خذلي كاي برنامج تاني بكرة بعملو على البيسي بصيرو يدقولي ياخدو رأيي بالعلاقات بس انا حتى الخيانة هي نتيجة يعني اليوم بتوصي لمحل الخيانة لانه كنا هالقد بعض ولانه تبعي ما عم برر ولا شي بس لانه العالم بين بعض صح هو بيكون كله مثل يعني مسكون نكشن او يعني الا التواصل يمكن بين الطرفين كيف وصلنا لموضوع العلاقات ما بعرف بس لازم نحكي عن العلاقات تحت المي يعني تحت المي بس تنخفي في الكمنيكيشن تنتفاد على الحديث صعيب عرفت شو بدأ تقلي تريد تعمل ليه هيك لانا مفهمة اي لا شو بدأ نعمل نطلع ننزل ما كان حدا عم يفهم عجقتها تحت المي ولبستها لخاتر اي لا اي عجقتها عن هي الشغلة ما نزلت غير بوست ما 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 حكيت عن شي تاني بانه اي بانه ما يعني الموضوع هيك كان لانه بنفس النهار عملت حلقة عن الزواج المدنية تمام وتمسخرت ع حالك فيه من بعد ده لا لا من بعد عملت حلقة مصخرة على البوست طبعي طبع تحت المي بايدو هيدا الانتقاد ازاي كتير جديد على التيفي ما كان موجود وصراحة حسوا بينصف يعني خلص وقت الواحد بيبلش من حاله بتصير انا بعد واي تاني حلقة اريد كل الانتقادات العالم كتبين بياها البيسي ما كانوا يصدقش اللي هم تعمل هيك دلون عادمة اذا العالم تأدوني خلينا نخبر نحكي عن انا شو سمعت اخر جمعة بس بالنسبة لالبروبوز تحت المي نحنا اتنيناتنا دايفرز اتنيناتنا بنخطوص وصراحة كانت طالعا بيننا نخطوص بالبحر بس كان فيه الموج كتير قوي بس متل كل شي انا احنا لكي بدوباي يعني عملو لنا بسين ننزل نخطوص فيها صح نزلنا على عمق ثلاثين متر واكيد عطيونا شهادة وورد جينيس ديبست بول افر ان دو وورد اخدناها ونزلنا وعملت بروبوز تحت المي وحطيت بوس عن جد بسها كتير بتعنيه للجملة حطيت لايف بيجانس بلو زيرو وهاش الجملة لقلي انو الحياة بتبلش تحت السفر لانو انا لما طلعت من طلاقي ورجعت عالدايفين كانت مكتوبة على البوت وعندي ايها هون برايسلت اوكي سو لما العالم بتقلي انو انت بتبلش تحت السفر دايما ببلش ما هونيك بتبلش الحياة شو فيه شي بعض اكتر يزركيك وتحسي انو انت بيتحقق كل شي اكتر من انو الثاني اللي بتحسي انو خسرت فيها كل شي بين الدايفين وبين انو حس انو هايدي متافوريكل بطريقة متافوريكل بتتطبق على حياتي لقيت انو لأ كتر خير الله يعني هايدي النعمة انو تعرفت على كاتيا اول شي لنا من انو كاتيا كانت احدة بأصعب قيماتي مش بأحليهن يعني ان احنا تعرفنا كم نهار بعد تفجير اربعة اب تعرفنا كنت انا عالطريق اه وقتا اه ويلانش مع اصحابنا انشياتف تسابورت مايكرو بزنس تيرجعوا المحلات يفتحوا ببيروت شو كن ما كن عنا شي ما كن معنا ولا ليرة كننا قاعدين عم نجيب جمعت وقتا عشتة الاف دولار افتكرت فيها عمر فيها بيروت ترجعنا بعدين سببص وقتنا ثلاثمائة محل لبعد ستة شهر وقتا كنت انا عالطريق وقتا اول ديت ها ما حدا بيعرفها بديك خبرين احنا بيعرفها كتير عم تقليش اول دي كتير اليوم سكوب اعليم اليوم هيدا بدي يطلع ايه شو نعمل ايه بس عن جد قلت لها اه كان تاني ديت بركة قلت لها انو بتعرف انو عندي كل شي بالحياة ما عدل ما صاري انو معي كل شي بس انو معي ولا ليرة اه شو كان عمري ها ثلاثين سنة وفيت بطلاء والبزنس تبعي بالارض و انا قاعد بس عم بشتغل ببيروت تنضبط المحلات المكسرة و انا خلاص كان براسي انو يا هيدا الشي بدو يغير البلد اما باف ليه انا دايما نحمي البلد عكتافي ما حدا جبرني بس انا اخدها هيدا لحالي وانا بدع انا عم غير البلد وفي طلع فيه بس انو شو البلان انو ما باعرف شو البلان يعني ما كلا هالدرجة ما كتعرفوا من وين ذاكتش انا برايوريتي نزاق ان يفتحوا هالمحلات لما انت شو باكتان بحيط انا ما باعرف تتعب اوكي منشوف سوا ونقلت هي ع دوباي رجعنا نقلنا سوا ع دوباي وهون كمان قطعت با كانت صعبة كتير نقلت لهون دوباي منا اهيان مدينة للواحد يبلش فيها بس كتر خير الله هالمدينة ما بتوقف ومتل مرفيقي قال لي اول ما نقلت قال لي العالم بتجي لهون الحلم الاماراتي يعني العالم متل ما كانت سافر قبل عاميركا وانه ينفر مس اترين بدوباي هالقد في اوكورتونيتي وكتر خير الله نحنا عايشين بهيد المدينة عندي فيديو وانت فيرل ورجعنا تركنا وعدنا كل واحد يعني بععدنا عن بعض ورجعنا حتى بالالفين واثنين وعشرين لراح فيديو فيرل لالي اي كامتو دوباي تشارج ماي فون لرجعي تتغيري تحياتي وهي كانت كل الوقت مقامنا فيه يعني نحنا وتركنا ونحنا وسوا ولما ما كانت بلا شغل ولما كانت بشغل ولما كانت شغلي عادي لما تركتو دليتو اصحاب يعني تركتو بس انو ضليتو جمعاتك ايه بينا نحكي وكان دينا تقول لي جون انت عم تقطع بفترة صعبة وانا حدك وانا كنت انا عايش الانكزايتي صح تبع عليك لما خلص ما بنكب كل التروماس تبعنا بالعلاقة بنكون نحنا هيدا كميل انا صرت خايف انا خايف لاني بلا ريفنيو انا خايف لانو اخر مرة كان هيدا الحديث مع مع مي اكس وايف عن الرفنيو عن شو بقى تعمل بالحياة وهيك ايمننا هيني وكاتيا كانت هون ومقامنا فيه بتقول لي you will make it وانا اكيد you will make it لا ايونت خيالي يعني وحتى بالبرنامج شو بالبرنامج يكون عندك سابورت انا ما حدا ايمن بالبرنامج يعني الا كاتيا واهلي واثنين من اصحابي لا 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 ما عم خيالي قديه ثلاث اشخاص او اربع اشخاص يعني هول هن اللي بيبعثوا لي مساج بعد ما تخلص الحلقة انا ايك ايه يا عيد بس والبقى عم يسبلي على على انستجرام وتيك توك وتويتر وما بعرف يعني عم تحكي عن الخسارات جون وانا يعني i was inspired انو انا بحكي متل انترو اول كل حلقة وانا i was inspired by you انو احكي عن قصة الخسارات وكيف نبدأ من الصفر او من تحت الصفر حتى جوابتني عكل شي بكاتيا وكنت ليسألك عن كاتيا فانت حكيت يعني ما فيه الكفاية عننا وعن اهلك كمان الله يخلي لك يا هون قدامهم انو وقتا نخسر شي بحياتنا ونخسر كتير اشياء انو يكون في عنا عن جد اشخاص على قليلة يعودونا ويمكن نحنا منتخيل انو نحنا كتير عنا خسارات بس الله يمكن بيبعث لنا يعني اوتوماتيك لحدا او شخص يعودنا عن عن هي الخسارات بيقوينا بيخلينا نمرق بمراحل يعني وبيخلينا نقطع بالمراحل بطريقة اسهل من اللي كنا متخيلين اي ما عندي شي يقولو هون انو عن جد حياتنا هيك ما فيك تتوقع بكرة كيف بيكون وهاك وما بعرف اي تنك ادما امي مصليتلي وستة مصليين دي هيك انو انو الله فتحها بوجه اخر اخر كم سنة وحتى بقلبه العالم ما بتعرف قد كانوا يعني كانت النزلة قوية يعني نعم قلك انو هلأ بنحكي عن كاتيا او كل العالم اللي كانوا حدي باول فترة من البرنامج وبتعرفي انو انو بالاخر صرت انو خلص بسكر مالون لازم يمشي الحال يعني بس بانو هلأد هنو بسقو فيي هلأ اقول لا 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 نوعين كميل هيك لازم لازم اعمل شي لازم طب حكيلي عن فترة الاستقرار هون بدبي كيف كانت اول شي شو صعوبات لي اول شي هيك ورهتها عم تقول انك جيت عن جد مالا عرفان من نوعين بك بلش خليلنا احكي عن هذا البارت شوي نحنا عندي شركة نحنا بنعمل ديزاين و بنعمل البردكشن لالعاب لبورد جيمز لأفريثين صح سو انا كنت احمل الجاكاروت هي لعبة بالاساس اردنية ونحنا كنا نصنعها بلبنان واحملها وقبرم من سبلاير لسبلاير لجرب بيعهم يعني هيدا اللعبة وما كان حدا يشتري من اللعبة وبعدين في واحد قال لي لك نحن نعمل هيك ترايل اردر خمسمائة حبة انا لقلي كان خمسمائة حبة اكتر ما بيع بلبنان على اخر سنتين كل حال انا هون جلست قلت له لأ نحنا نبلج بألف انا ما كان عندي ادنى فكرة ولا وين بدي سننعهم ولا كيف بدي سننعهم ولا الخشب من وين بدنا نجيبه ولا الماربلز ولا هي هيك فيه ورق شدة ولا العلب كيف بدنا نعمل هون وقد دقيت لأمي على البنان تاليك اجينا أردر ألف حبة جاكروة قلت لي شو بترايه بس ما بعرف شو ما نعمل وفتنا ببعض في ليلة اهلي خلص الأردر وكان رادي لأيخدوه وما اجي ما اجي البيك أب ما اجي الكميون ليحمد الأردر أهلي بقيوا وعيين كل الليل كنا طلعنا برات المخزن والمخزن كمان بنفس البنية سو أهلي بقيوا وعيين كل الليل بس نطرين حد الأردر نطرين حدا يجي لأنه بلبنان قطعنا بفترة صعبة كان لازم نبلش من تحت السفر مش بس أنا كل الشركات شو كتر ما في حدا ما بلش من تحت السفر حملوا حالون ويجوا كتر خير الله ويرلكي أنه الإمارات استقبلتنا السعودية استقبلتنا وأنه قلنا أنه خلص هيدا هو يعني هيدا هو اليوم حظنا حلو أنه نحنا اليوم فيها ننقل البزنس وخير ما عملنا لأنه كل هالأفرت اللي حطينا نحنا بلبنان أنا من الالفان وخمسة عشر فاتي حايد الشركة لو هالأفرت اللي حطيته بالإمارات كانت عملتهم بسنة كل هالأفرت اللي عملتهم بسنة صح بباكدان ست سنين يعني صح طيب أحكي لي عن تجربتك بشارك تانك ليش اليوم كمان كانت تجربة يعني ملأت الصداء والشي اللي أنت كنت متوقع يعني ملأة مثل مثل كتير إشياء مثل مثل كتير إشياء بحب أفشل مثل أنا ممترب على لا لا بحب لأنه بحس رأي شو إذا الواحد ما بيتعلم شو بده نعمش وأنا الحقيقة كلها نجاحات ونجاح وراء الآء التاني وراء التاني يعني العالم يجري معودي أنه بس يحكوا عن نجاحاتهم لألا ما بيحكوا عن الفشل in between يعني أنا كتير بحب أحكي أنا كتير بحب أحكي عن الفشل أنا بحس الفشل هو اللي بيعلمنا الفشل هو اللي بحسنا والفشل هو اللي بيوصلنا هو اللي بيقول لنا سقطنا بنفسنا يعني لأنه ما في شي بيقول لك سقطك ونفسك إلا وقت تفشل وترجع تحاول مرتانية وتنجح بتصيري تفشلي احسن. سحشوفي احسن منك. لا شارك تانك اكشلي ما كاني تفشل يعني يعني كمان لنحطها دوم نسيك. شارك تانك هي على على دوباي تيفي طلعت وقدمت فكرة. هن حكيونا وقلوا لي انه هن بيحبوا شغلنا بالشركة افريتينك. على انا قلت ما بدي اطلع كمان بيعون شي عادة. على ما نحنا كمان ويبوش دوليمت لازم نطلع صح من الكنفر زون. ما بدي بيعون هولي الالعاب الصغارية اللي نحنا بنعمل هون. لان كتر خير الله هول ماشي حالهم يعني. سو انا لما رحت على الاوغمانتل رياليتي ليش? انا بنافس الوقت بعطي ترينيج. انا بنافس الوقت كوميديان. انا بنافس الوقت بعمل الالعاب. سو قلت خياني نجبع هولي الالتلاتة سوا. ونخلق الالعاب للترينيج. اوكي لانه العالم هلاء عم تزهق هيو عم تاخد ترينيج. هولي الكورپورت ترينيج. ويموشن الانتلجج. يعني ليه ما ضليت على فكرتك نفسها. لشو ما ما بدي هنه يستثمروا معي. هنه اجوا بالحلقة في محليك نحنا بالالعاب يا خياني. انا ماني انترستد انتو تفوت معي. انا ماشي حعالي شفتكم فيي خياني. في وعد صار بالستند او يا خياني. انا عم بيعك للستند او. انا شركتي شفاك فيي يا خياني. انا عم بيحكي عن الورياليتي. هنه ترابوا فيتو بعالم لحالهم. صاروا يحكوني عن كم اوكولوس عم مدبعي يا حبيب. بس انا مش هاي اللعب اللي عم بيع. انا او الار. كرميل يقدروا يعملوا العاب تالعالم ما تزهق بالميتي جروم. وزيادة للعالم اللي عايشين. ما ما قطع الارسال. يعني قطع الارسال بيني وبينون ما بعرف وين خسرنا. خسرنا بعد. خلصت الحلقة. نزيت الحلقة. انا كنت عطلان هام انا شوفها. ما بتصدق. عدد العالم يلي حكيوني. يلي هنه فعليا اكسبرت بالار. واكسبرت بالفي ار. واكسبرت باللرنينج الديولوفمنت واكسبرت بدمان لكرياشن اوف جيم. كرميل يا يصيروا زبوناتة. يا تو انفست بالفكرة. يعني طلع هنه محطيني خمسة انه مأساق يعني مش فهمينين شو عم بحكي. محل ما يسألوا اسئلة ذكية. اه فاتوا بمع مع مع فاتوا هنه لحالوا انتراب وفاتوا بعالم صاروا يسألوا اسئلة ما قلع عليها باللي انا عم بعملو. انا حسب ما شفت انه هنا اكتر سألوا عن موضوع الربح وقدي ممكن يجيب ربح وقديش رأس المال. وحسوا انه رأس المال اللي انت حاطه ما كتير بيؤدي للشي اللي عم تحكي فيه. اي بس ما طريع دقيق هيدا الشي لانه فتنا بمشاريع وتكسبنا كلينت. لكي لي يعني انا لقي اليوم الاكسبوجر اليوم تطلع. لانه ليه انا بطلع على بودكاست لان ما بتعرفي لانه اليوم we need to be present وينما كان يعني متل ما انا اني توي برازنت ع دوباي تيفي متل ما اني توي برازنت عا لينكتان متل ما انا اني توي برازنت على بودكاست. اوكي اليوم هيدا بيساعدنا اليوم لنفتح الكونورسيشن. ولما طلعت انا قدمت هيدا البراجكت على دوباي على دوباي تيفي. هون ايجا الفيد باك الكين بعيد يعني في شركة اه اجمان تدري علي تحكيتنا اللي خلص خلص نحنا راح نساعدك نحن يول جو ثرو كل اله سبلاي تشين راح نشح لك كيف نحنا قلت لونه ياز ما بعرف انا اعملون انا اكبيت الفكرة. قالوا ليه نحنا معك وراح نساعدك والا والريكروتينج التيم اللي يزم لنقدر نعمل الفكرة اللي احنا طرحناها. يعني بدنا هاي زر اللي بداكا يعني خلاص انت حقات اللي بدكا هاي احلى شغلة عن جد احلى شغلة اصلا بالاشخاص اللي هنن عن جد بيفشلوا انه هنن وبينجحوا طبعا بعدين او قصص النجاح كيف تتحول انه هنه دايما بلاقوا طريقة. ساح بايدوية انا خلصت الحلقة بلا رحت احتفلت. يعني يعني اه يعني حتى اسم تقري الكومنت على فيسبوك كثير بيفقعوا ده هيك لانه هنو نزلوا الفيديو والعالم كتبين لهم وشو قصتكم عم تسألوا اسئلة غلط صاروا كل العالم معي انه انا شو عم تسألوا هولي الاسئلة للزرامة وانه اللي عم تقلوه اصلا غلط. ايه واصلا لما خلصت الحل انا كنت عم بحتفل لانه لقلي انه ها اكسبوجر على كل الاحوال. طبعا هي اكسبيريينس لك شو ما كانت يعني بدنا نرجع شوي لقصت لستاند اوب كوميديو اللي هي الشغلة الاساسية او الشغف اللي انت بتحب تعمله. كتير اليوم الكوميديونس هنو بيكونوا مخزون لخبرات لاشياء طعفية لمشاهدات شافوه ومتابعات انت اليوم شو اكتر شي اثر فيك قبل ما تعمل استاند اوب كوميديو شو كنت مأثر اكتر شي شو كنت اكتر شي تحب تحضر. كتير كنت احضر كوميديا وكتير مأثر بالكوميدي كتير مأثر بفرينز ما بعرف فعلا بيلاقوا انه فرينز ما بيضحكون بس انا قل لي انا فرينز فاعني بحضر كل يوم. حدا بيقلك انه ري اكتر ببعك بتشبه روس شو ما. اكتر مش ري اكتر مش عايش ان شاء الله انه بس اتجوز مرة مرتين بس اه هيدا موضوع. لانه لما رحت هديك مرة لاشتري الخاتم لكاتيا قال لي زلمي ناكست تايم تحضر كميديو. كيف تتعلم انه لا بس لا 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 لازم خلص مرتين وبأهدى بس. ان شاء الله ما تشبهه بالثلاث مرتين. لما هياه 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 اقول لا لا اكيد اكيد بشبه روس بالحركاته بشبه روس. انا ما بعرفها لانا الكاركتر طبعي اخذ من الكل يعني فيه قاد المالح اللي كتير كتير بحبه. فيه ساينفلد بغض النظر عن رأي السياسي يعني عم نحكي كاركتر على المسرح. فيه جون موليني جون موليني كمان كتير بحبه. والعالم ما بعرف انا قاد كنت انا بنكيت قبل ما اتعرف على قاد والعالم اللي كتير بتشبه قاد. هلأ بطبيعة الحال كتير اخذ من حركاته وكل عالم تقول لي جون بتعمل مثله ما بيأثر هيك كلنا بنبلش. يعني بتبال شيور انسباير من من حدا بس ما كنت كتير احضر كوميدي انا صغير. يعني انا كنت انطر بستوديو الفان باكدان على ال ال بي سي كنت انطر بارت الكوميدي. يعني كنو يعمل وقتها تقليد ولا يطلع باسم في غالي ولا. وقول مان شو هالعالم شو هالقدري اللي عندوني انو يضحكو الناس. بس كنت انطر هاي دي البارت يعني ما. كنت ما تقفية خلاص. ايه ما قفية لان لعلي كنت كتير براسي كيف. وصراحة اهلي عالمالتين بيضحكو. وكل العائلتين. انت قلت انو ماميتك بتخبر نكات وستك بتخبر نكات. ايه كله بيخبر نكات كله بيخبر يعني. كله بالعالم مرضو. ايه انا اخدت من مائلة امي ومن مائلة بيه. طب وقدة بيقلو لك انك تشبه ادم ساندلي. ايه كمان. كتير. يعني في نسبة شبك كتير. في كتير انا منق بك فان. ما لك بك فان. ما لك بك فان. كمان كتير سبجكتب صراحة يعني. انو شو انا هلأ مين انا لقول ام ناط بيك فان اف ادم ساندلي. لا هذا رأيك. يعني. رفتي بس انو كمان. الكميدي كتير رأي. بالشكل مو بالاداء. يعني بغض النظر انو هو ك. ايه بس مني يعني يعني هيك هلأ صرت فكر انو مسلا حدا يطلع ببودكاست يقول. انا مني بيك فان طبعة جون. مش ادم ساندلر رح يقول عني. بس انو قصة انو هيك بنقعد احنا بصير نعطي رأينا. انو هلأ لما صرت بالدمان. تكبرو مين هو للعالم عم يعطوا رأيون يعني. على اي اساس يعني. انا وقدي بدي مية سنة لو وصلوا لا. لأدم ساندلر بس المهم انو ايه الكوميدي كتير كتير بتعلميك. والكوميدي بطبيعة الاحوال بتتأثري من غير كوميدي. طبعا ومثل ما حكينا اكيدك تكون حضران واكيدك تتأثر. ومو غلط تتأثر بعدين تعمل الشي الخاص فيك يعني. انو انت شخصيتك المستقلة. صح. خطر لي هلا هيك انت عم تحكي اسألك سؤال انو. عسيرة الناس كيف انت اليوم بتشوف كل رياء اكشن. طبعا هلا على تيفي ما بتشوف رياء اكشن. هلا لايت لي صار عندك جمهور بقلب الستوديو. هلا لايت لي كمان حتى الفيديوغرافر ما كانوا يضحكوا لي قبل. هلا سارين بيركزه معي. شو محسن من النار سارين انو. قبل هيك بتشوف انهيار عام بالستوديو. يا الله اياسي عبدو يخلي سيدة يعني. طيب بالستاندب كوميدي بيستفزك شي من. من الاوديينس. اوقات شي مرة حاصل معك موقف مسلا انو حدا كتير مستفزك. تقطقت فيزر كذا. وموقف مسلا ممكن ما يكون كتير محترم. وفي ريد لاينز اليوم بالستاندب كوميدي انو حدا يحترم الشخص اللي عم يقدم. بتحس اخر شي انو اليوم المجتمع العربي ما كتير بيحترم هاي المهنة. وما كتير بيعرف يتقبلها. كفن خلينا نقول مو كمهنة. ما كتير مقدرة كفن. سؤال سؤال اول شي. انا الستاندب اليوم اللي اليه هو كوميونيتي يعني. نحنا كلنا اصحاب. نحنا انا مجاي نكيت على احده. مظبوط اوقات بطلع عالم اونستيج ومظبوط انو. بس هي قبل البولينج. يعني منا بولينج. يعني انا اليوم. حتى العالم اللي بيطلعوا ساجي بيطلعوا عم يتضحكوا. بيطلعوا مبسوطين. وبنتضحك سوا. مش عم تضحك على حضا. لكن احنا عم نتضحك سوا. بايدوي انا في شي. كتير دقيق بالكاملية تبعي. اوقات كتير بتحضري. مش انا عملت احلى نكتة. هو الشخص عامل نكتة احلى. احلى من النكتة تبعي. وانا بوقف هنيك. مش انو بانطر لا. انا اطلع لي. لان هدف السهرة. هو انو كنا نتضحك سوا. اذا حدا عم ينكتة احلى مني. يعطيه الف عافية. وبيكون بعقد وبيكون ساعدني. وشيل عني عبق يعني. هلأ شغلة التانية. ما في حدا عن جد سايرين العالم بعقده. يعني بنجي. وجه وهيك يكون مهضوم. والعالم جاي لطن بسيط. هلأ وقات بيطلع حدا. عم بفق بذر سايرة. لانو منزلها ريل من قبل مدام عم تفق بذر. وعنا كيش عبدال. قولي يا زنمي شو ساير. دغري بيخدها لمسرحتي. يعني دغري بفكر. ما حلما وقفها. يعني ها هي تبعا. النص الفاضي من الكبهية. يعني دغري لقلي. هالمش اللي عنا يا كيفية استفيد منها لأعمل شو أحسن. بوقف وبقلها مين عم يفق بذر. فهوني بنفتع حديث أنا والمدام. وصار في حديث حتى في شركة بذر. اللي بتبيع بذر حكيتني. قال من ورق هالفيديو زادت الكونسومشن البذر بالأشرفية. ما بعرف مين عمل هيدا الاستادي لا يعرف. زادت الكونسومشن البذر بالأشرفية. من ورق هالفيديو. لأن أنا بنكت عن عن نسوين أشرفية عم يفقق بذر. مثلون دعايب المتعرف. قاعد يشوف بالأشرفية مين عم يكل بذر ومين ما عم يكل بذر. مهم بس. بس كتير بستفيد أنه من المواقف الصعبة. أو يجي عندي أحد على الستاندوب كتير مرتب حاله جاي. طالع من ميتينج دو. معلم أنه أنت كتير مرتب للستاندوب أو القصص اللي أنا هلأ رح أحكيه. يعني. هيدا في كوميتمت هيدا أنا بروح على الشوات عم نبيش. أنا هلأ يعني لقدام عندي بركة شعرفني خمسين ريال لقدام هول معي خبر أنه رح يتنزلوا على كل الأحوال. في ناس كان بتهاجم لستاندوب كوميدي حتى قبل ما تعرف الشخص شو عم بيقول. يعني لهالدرجة هي بتكون ضد الموضوع. أكين بس شوية شوية هلأ هوني أنا دايما بقولها مش أول مرة هيدا ما رح تستفيد منها. بس أنه هي كيف نبني الثقة مع الجمهور لأنه شوي شوي العالم رح تتعود. وشوي شوي العالم رح يحسوا أنه أوكي. اليوم ما عم ينتقى تحدان اليوم جان هيدا الهدف هو الدحك. لو عم نحكي عن الموضيع صعبة وحساسة. بس هدفنا بالآخر هو نتضحك كلنا سواس وفجأة خلص نزيل نضحك على حياة لشي. في عالم قدرة تتقبل نكتة أنا بأولى ويكون حدا من زملائي آلة هي زيتا ما يتقبلوها منه. ليه لأنه في في سئة برأي الجمهور العربي عم يصير أكتر وأكتر من فتح على على كل الأفكار. أنا اليوم كتر أخير ألا بدوباي لفل الأنفتاح خيالي قد إش جمهور أبنة. أنا اليوم بعمل بيكون فيه جمهور أردنة، جمهور من سوريا، جمهور من فلسطين، جمهور من مصر، جمهور من تونس، جمهور من الإمارات، ويكونوا كلهم 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 عم يضحكوا وبيحسوا حالهم بارت مننا لللعبة لأن هي بالآخر كمان كونفرسيشن لستاند أب منه مسرح لستاند أب منه أن أنت عم تعرضي شيء والكوميديون هونيك والعالم قاعدة هنا لا 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 نحنا كلنا على المسرح كلنا سواء كلنا عم نتناقش سواء شو الموضوع بتحس أنه في شوية صعوبة كان بالبداية أنك أنت تتواصل مع أكتر من جنسية عربية يعني قبل أنك تعمل استاند أب كوميدي بس للبنانية وفي شيء بالكوميونيتي تبعكم تفهموا ع بعض هيك بس اليوم مثلا شعب الأردن أو شعب سوري أو الشعب الإماراتي ممكن العراقي ما كتير يفهم الأفايات اللي أنت ممكن تعطيها حاولت تمشي مع هذا الآن الأردنيين ما عم يتحكوا لي هلا بس ما بيأثر أم نشتغل أم نشتغل عن الموضوع من عالجل الموضوع لا لا أنا نزلت ريل عن أنه كيف بالأردن معتبرين تبعي ووركشوب وكان ووركشوب مهارتها صراحة صراحة كان في عنا معلية إيدي عم تسأل أسئلة وأستاذ وأنا رجل ممكن تشرح لنا هيدا يا حبيبي بس هيدا ها كانت يعني بس لا لا عن جد الجمهور الأردني بعائد والأبن استبعون حتى الجمهور الأردن لابني يسبولي بيسبولي باحترام باحترام بيسبولي يعني مثلا أكتر مسبب وصلتلي من الجمهور الأردني وجك بارد ما بعرف فهم سبب ما بعرف لألي كان عادي آه لأ بقول لون لأ أو شي هيك نسيت شو كانت شو كانت التعبير يعني ولألون أنه عم بيزلوني فيها يعني بس أنه لا 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 بسراحة عن جد كتير بحب الجمهور الأردني وكتير بندحك عن هاي الموضوع وكتير هيك في كونفرسيشن حتى على السوشال ميديا مع الجمهور الأردني مع الجمهور السوري كتير بندحك كمان بإخبار سوريا لبنان متعسمين كتير مواضيع نحنا ساح ساح ويعني أسم الله نحنا بلبنان ما يعني ما نشرين غسيلنا وين ما كان يعني مش وقفت هي أنه نحنا وانتو يعني موضوع سوريا ولبنان المنطقة كلها العربية كلها رح تعرف مين رياض سلامة مش أنه مأنه شي جديد سولاء بالعكس وعم جرب عم جرب كمان أنا كتير لأنه ما بحكي عربي منيح يعني سراحة ما مش مش عارب ولا لغة يعني ولا عربي ولا فرنسي ولا انجليزي سو بدي جرب الكلمة لتوصل يا شوفي الشو على الألبسي بوقات بلفس كلمة عربي بغلط بيقولي خلص بيقولي خلص يقولي بدي فرنسيبي وخلصنا صارنا عادينا ست مرات للكلمة فما علي عم تعلم طبع عم تعلم وانا طلعت من مدرسة طلعت من مدرسة انه انا كنت الاول بصف العربي بس هو مش كأنه هو لفل المدرسة كان واطح رح يقتلوني هاي دي المدرسة طبعي بس ما بيأسير فاين انه و سو هلأ بحكي هاي دي العربي اللبناني المدرك كيف راكي ما نعرف نركب جملتين على بعض ومزبوط سو عم بتعلم بالطريقة الصعبة شوفت قبلك نتقول عم بتعلم عم بتعلم بالطريقة الصعبة عم بتعلم وتقدير وصل الفكرة للجمهور العربية كيف ما كانت اللهشة برافو عليك عن جد في يعني في تحسن جون من اول البودكاست الهلا صرت احكي عربية احسن طبعا طيب جون بما انه عم نحكي عن الستاندوب خليني كمان اخد رأيك بالاشخاص اللي اليوم انه هل مين ما طلع ومسك مايك اذا كان مهضوم او دمه خفيف او بضحك رفقاته يعني انت قلت ليه استقبلشت من وقت كنت مع رفقاتك بالكشف اي حدا اليوم بضحك رفقاته او بضحك الجو اللي هو قاعد فيه او دمه خفيف ومهضوم وهيك مثل ما بيقوله متقبل عند الكل ممكن انه هو يقدم استاندوب كوميدي ولا في شروط تانية ممكن تكون موجودة بالشخص ما ما بعرف لا برأيي مين ما كان فيه يكون مجدين انه ما ما يعني بس اليوم صاروا كتير كتير يعني اليوم اذا بتطلع على المجتمع لبناني ولا المجتمع المصري ولا السوري ولا يعني صار فيه كتير مجدينت انت اليوم بيستفذك انه فيه شي ناس اليوم ماعم بتكون كفوء له الشي ابدا بالعكس انا برأيي بعد الساحة عم تكبر وتكبر 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 يعني بالآخر الساحة بتفصل حالة يعني يعني دغري رح يبين مين عم يشتغل مين معم يشتغل على حاله نحن بالستند اوب عنا شغلة جملة كتير بحبها بس ها بعرفها بالانجليزة يعني يعني انت شغلك منيح قد آخر مرة من انت فيها يعني ما خاص انه هو منيح ولا مش منيح ما في حدا منيح بالمطلق او مش منيح بالمطلق انا في بتحضر إلي شو نهار التنين بيكون احلى شو بالعالم منهار الثلاثة بيكون اوكي عادي ما بتخاف من قصة انه حدا يكون عنك انتباع اول يعني مسلا يفوت على هي شو يقول انه خلص ما بقى احضره اكتر من الانتباع الكوانو العالم بالبرنامج شو من وين بدون يكونوا انتباع بعد اسوأ من وين لا اكيد اول عالم حضرين يعني اللي حضرين فيديويات عندياها على يوتيوب بالالفين وتسعة عشر في عالم مطقتنا رجعوا بعدين قالوا يجوا حضروني بدواي لايك نحن حضرناك بدواي وكانت حقابل ايه ويجينا حضرناك بالغلط بدواي وهلأ تغيرت نظرتنا انا معرفت اذا بدأ اخذها بطريقة ايجابية ولا سلبية معرفت شو بدأ عامل فيه للكومنت يعني وين بصرفوا للكومنت بس ايه شو العالم راح تحب وما تحب وكل الكوميديونز بتشوفي في عالم بساعة بيطلع وساعة بينزل وبيصيروك كلنا بدأ نعطي رأينا بكل شي تب ما كمان ما كمان من مين بدأ اخلق كنتنتش وكل مرة بدأ اتجوز وطلق ثلاث مرات للادحك العالم يعني ما بالاخر ما بدأ اكتب في مادام حضرتنا ثلاث ليلا ورا بعض ونبدوا باي تانين تلاتة اربعة لاتلي اه هني زيت ونقلت للم دام انا من مين بدأ اطلق يعني مادام في مصر معي شي جديد يعني يناي ما بدأ جيب ليك خبار بالنهار بك تبليك شو لا عليك كمان صعب علينا الكتابة بدنا نضلع من استوحي ونجرب قصص جديدة ونطلع من ال comfort zone تبعنا بس مما كان فيه يكون كوميديا ومنصح كل عالم يجربوا ال stand up والساحة مفتوحة للكل وبالعكس كوميدي ال subjective يعني فيهم عالم يكرهوا ستيلي في عالم بيكرهوا لان انا كتير storytelling وبصير وخبر اخباري ما بيأثر في عالم بيحبوا اكتر ال reflection في عالم اكتر بيحبوا هيك وال one liner بدون يسمعون ورا بعد كل حدا في عالم بيحبوا ميوزيك كوميديا هي كل حدا ستيله ما بيأثر طيب وصلنا لنهاية القعدة الرائقة تبعنا جون بعد مدخناءنا مع كل العالم يعني نص العالم نصيحة منك كلب وصلنا لفترة نصيحة شبتعت شي حلو يعني نصيحة منك اليوم للشباب اللي قلت انه انه ببعض المطارح عن جد ممكن يبلشوا من الصفر وممكن تحت الصفر يعني من تجربتك من الخلاصة اللي انت طلعت فيها بحياتك لهل الارت هشو بدني نحط عليا موسيقى كيف حزينة شبت ايه مؤسرين ايه عالم تبكواassing اليك تعلمت شغلي من لما بأول اطعت بول فترة عطعت فيها بتلاقي جوز اختي يلي هو هو بحار على مراكب شرعية. تمام. قال لي مرة انه بده ياخد مركبة شرعية من بيروت على ابروس. ها قصة حقيقة والله مش عم بخترار. كانت حاططون حاطيت الستوريز على انستغرام. قلت له هو فرنسي وطلو جانشال كيف رح يكون التقس. رح تكون يعني عاصفة صغيرة. انا كنت اول مرة بطلع بمركبة شرعية المركبة شرعية غير المطار يعني الى التكنيك طبعا. تكون هي اللي بتتأثر باتجاه الهواء والموج. انا رحت مشوار 24 ساعة من بيروت على ابروس. كل الوقت البوت براليل على المي. يعني ولا مرة كان البوت هادي. كنا في محلات تضطرينا ان نفك الشراع ونسكره. وبس ننطر انه يخلص هو كنا بنصف الماي وحتى دقونا اليوان بنصف الماي اللي يتطمنوا علينا انه نحنا عايشين. ووقتا قال لي جانشال انه قال اربط حالي بشي اسمه ولا ولا شريط الحياة قال هيك اسمه قال تاي سعدوك المعنويا على المركبة. قلت له جانشال ليه بدي اربط حالي قال لي لانه اذا كسر البوت هيك بيلاقوا الجتط طبعنا بالماي كان هالقد. اوكي. واتعلمت شغلة لانه كنا بس اربعة على البوت انه باسوأ الاحوال باسوأ الاحوال قال لي جان you need to keep your heading. بس تتذكر لوان واصل. يعني لو رح نوصل لوقت نسكر المركبة الشراعية. لو رح نوصل لوقت انه الموج كتير عالي. لو رح نوصل لوقت مش ايش عين لوان رايحين بس نتأكد على البوصلة انه هيدا هو الاتجاه. بنتذكر انه هيدا الاتجاه لانه ازا هلأ لما يرجع يروح الهواء رح نروح بهيدا الاتجاه. لانه وقت بتفرق حياتنا بنوصل لغير محل. صح. وانا هيدا تعلمته هوني كفي رح تزبط مع موسيقى حزينة. حتزبط. حتزبط. حمد الله. حطول شوي بس حتزبط. طبع ايه. كان بدنيها اقصر صحك. بس انا اللي عم قوله انه عنجد هي هيدي الوان ديجري ما نمسل احنا اللي وين وصلين وندل مراكزين مراكزين على هيدا الهدف. هي هتزبط يعني انت اليوم اللي بيحبك وبتابعك بيشوف انه كل شغله بتاخذه على قصة او على مطرح صح او على مطرح كوميدي فتزبط. لا ايه لا انا بنوع من نصف الفاضي. طبعا شفتك ايه. شفتك. 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 شون كتير كانت حلق لك. ولك تحولت انه كون بس ما قدرت بصراحة. شوي شوي بلا في قصة شكراً لك وشكراً لوقتك وشدافتنا وخرينا نكمل النص المليئة شكراً لك